مسائل فل على أحلى جمهور ملخصات في الدنيا الفيلم ده كل اللي فيه أخده الأوسكار وبصراحة يستاهل هيكون معنا ماجي وفرانكي وسكراب بداية الفيلم كانت مع ويلي هو في ماتش ملاكمة وظهور فرانكي مدربه ومدير أعماله والمعالج بتاعه فرانكي كان مشهور بعلاجه للإصابات الصعبة في أي وقت وظهرت ماجي وهي بترقب فرانكي اللي نفسها تتدرب معاه استنته بعد الماتش وطلبت منه ودربها بس رفضها تماما وقال لها أنا ما بشتغلش مع بناتي حلوة سامحيني فرانكي كان عنده مشكلة مع البطل بتاعه وهي انه مش عايز يدخله منافسات بطولة العالم وشايف انه لسه مش جاهز ورجعت ماجي على البيت وهي بتفكر ازاي هتقنع فرانكي وظهر سكراب اللي كانت وظيفته النظافة في الصالة واللي معاه ده اسمه دينجر شاب غلبانه ونفسه يلعب ملاكمة وهنفهم بعدين ليه المؤلف حطه في الفيلم وسطهم خلينا نرجع لفرانكي اللي وصل الصالة يتابع أموره كان ميداق من وجود دينجر في الصالة وعايز يمشي بأي طريقة وده اللي كان بيتكلم فيه مع سكراب باستمرار سكراب كانت قدر تقول القلب الطيب بتاع الصالة كلها الصالة اللي كانت ماجي بتتمرن فيها لوحدها من غير مدرب وده اللي خل فرانكي يروح ويقول لها من صحكيش تتمرني هنا بس البيت كانت مصرة وعاوزة هو بنفسه ودربها اصرارها على اللعبة غريب ومع الوقت هنفهمه كانت بتشتغل ويتر في مطعم ويتحاول توفر ثمن الأكل وفي نفس الوقت بتاكل كويس عشان تحافظ على تمرينها وجودها في الصالة بدون مدرب خلى مستوها ما بيتقدمش ولما فرانكي راح لسكراب وقال له يمشيها من الصالة قال له انها دفع ست شهور مقدم تحب رجع لها فلوسها قال له لا خلاص ماجي إصرارها كان ما خليها بتتمرن ساعات طويلة في اليوم فصعبت على سكراب وراح يساعدها ويقول لها على شوية نصايح سكراب كان ملاكم أسطوري بس تصاب وعينه تقرد وابتدى يعلمها ازاي تتحرك وهي بتضرب وما تفضلش سبتة ولما عارف ان مش معها كيس الملاكمة السريعة قال لها تعالي وادها واحد قديم من بتاع فرانكي اللي مش بيستخدمهم ماجي كانت بني قدمة بسيطة وبتفرح من أقل لحاجة وما تستغربوش من متحل كتير لاني أصلا بحب الممثلة دي في الحقيقة المهم الايام بتعدي وهي مش بتقاس ابدا وبتنزل الصلاة كل يوم وانيها على فرانكي اللي نفسها يمرنها وفي يوم راح واحد من زميلها يتريق عليها بس ماجي ما سكتلوش وطلعت الشبح اللي جواها وايلي خلص تمرينه والصلاة بدأ التفضى إلا ماجي وده اللي فرانكي ملاحظه ومازال بيتكلم فيه مع سكراب قال لك بقى أنا لازم أطفش البيت دي بأي طريقة فرح لها وقعد يتلكك عشان ياخد منها كيس الملاكمة بتاعه ماجي كانت لطيفة ومتسامحة مع الكل بشكل جميل وقالت له تفضل بس تقريباً ابتدت تصعب عليه ففكر يرجعوا لها تاني وقال لها مفيش مشكلة تتمراني بيه بس حاولت يبعيدي عن زميلك عشان محدش يطلب مني نفس طلباتك ويزهقوني ورجع بيته وشوف شغله مع الملاكن بتاعه بس فجأة ويلي خبت عليه وقال له الخبر اللي هيصدمه قال له أنا اتفقت مع مدير أعمال يجيب لي الماتش اللي انت مأجيله من سنين وأتمنى ما تزعلش مني أنا من حق أكبر وشوف مصلحتي اللي انت خايف علي منها فرد عليه وقال له هو فعلاً مدير أعمال شاطر بس مدرب فاشل ورجع مكتبه ويتكلم مع سكيراب ويحكي له اللي حصل وإن الملاكمين بياخدوا غرضهم منه ويخلعوا ويروحوا لغيره سكيراب كان حقاني وقال له انت السبب لأنك مدتلوش الفرصة بحجة انك خايف عليه وده ماينفعش في عالم الملاكمة يا صديقي رجعنا تاني الماجي اللي كانت بتصحى من الفجر مهتمة بصحتها تبدأ يومها بجاري على البحر ومنه التمرين الملاكمة صرفت تحويشة عمرها عشان بس تشتري كيس ملاكمة خاصة بيها أما كانت حالته صعبة هو بيتفرج على الملاكم بتاعه بيتفرج عليه وكأنه بيلعب الماتش مكانه واتصدم لما شافه فاس ببطولة العالم بكل سهولة فرح على سكيراب هو حسس بزنبي كبير ناحية وايلي وقال له يعني أنا اللي كنت مع تطلع عن الفوز باللقب روق بس وعده هنشوف الموضوع اللي نفهمه من شخصية فرانكي حتى الآن أنه مغروض شوية وممكن تقول كمان شايف نفسه أحسن مدرب في الكون وانجيت للحق هو فعلا مدرب شطر جدا وهنشوف ده قدام خرج ولقى ماجي لسه بتتمرن لحد دلوقتي فرح لها وقال لها أنت سنك كبير على أنك تلعبي ملاكمة قالت له أنا واحد أبوها مات وهي صغيرة أمي وإخوتي ما بيسألوش فيها وبشتغل بقالي 13 سنة في مطعم ونفسي حق أحلمي في الملاكمة الحاجة الوحيدة اللي بحبها وده الوقت اللي قرر فيه علمها الملاكمة وخصوصا بعد ما ويلي سابه وراح له مدرب تاني ماجي ما كانتش مصدقة نفسها من الفرحة قال لها أول شرط أنك تسمعي كلامي وانت مغمضة قالت له حاضر والدرس الأول كانت ضرب من الحركة وأشكال التحرك ماجي حياتها بدأت تتغير لدرجة أنها كانت بتتمرن حتى في شغلها مستوها بيتقدم وفرانك يمتابع معها لحظة بلحظة شكلنا كده داخلين على بطلة جديدة في الملاكمة النسائية وبعدين دخلها أول ماتش تجريبي يقسم مستوها فيه وقال لها على الأخطاء اللي بتقع فيها عشان تاخد بالها منها فقعدت معه وقالت له كده أنا جاهزة يا كوتش الأول ماتش اللي هي صح قبل ما يجوابها شاف وكيل أعمال موجودة عنده في الصلاة فناده له وعرضها عليه لأنه ما كانش حابب يحصل فيه اللي حصله من وايلي ماجي خدت صدمة عمرها لما لقيته تخلى عنها في لحظة بس كملت ورا حلمها وراحت مع الوكيل الجديد كان وكيل فاشل وكل همه يخسرها الماتش ويكسب الرهانات لكن فرانكي ما سبهاش وفضل يتفرج عليها عشان يقيم أخطاءها وعشان كده سكراب قال له هتسيب الملاكمة بتاعتك معقولة يا راجل فتحمس وانزل لها بسرعة وناده عليها عشان يساعدها وده اللي خليها تكرش الوكيل بتاعها وترجع لفرانكي قال لها على نقاط ضعف البنت اللي قدامها وسمعت كلامه وكسبت بالقاضية الشهيرة بتاعتها ومن هنا ابتدى فرانكي يبقى المدير الفعلي لكل أعمالها وقعد وتكلم معها في اللي جاي وانها دخل على ماتشات كتير وصعبة ولما كان بيتابعها من مكتبه وهي في تمرينها اليومي قال لسكراب اين ريحة الوكس خلانا شامامها دي هو انت بتشتري الشرابات ليه بالفلوس اللي بديها لك المهم دي اللحظة اللي ماجي ابتدت فيها مسارتها الاحترافية ماجي كانت بتكسب كل الماتشات بالقاضية من أول جولة وده كان السبب ان فرانكي ما بقاش عارف يدبر لها ماتشات زيادة كل ما تدخل ماتش تكسبه في أقل من دقيقة وده غلط مش صح زميلها بقوا يخافوا منها واسمها بدأ يسمع في المجال فاضطر فرانكي انه يرشي وقلع الأعمال عشان يجيب لها ماتشات أكتر وفي مرة وقعت مع واحدة تقيلة ما كانتش عارفة تكسبها قسرت لها مناخرها والحكم كان هيوقف الماتش بسبب كده بس فرانكي استخدم موهبته في انه يرجع لها العظم مكانه في لحظتها وقال لها قدامك أقل من 20 ثانية ومناخرك هتنزل دم كتير وهتخساري راح يتقايمة وموقع البيت بالقاضية بثمان ثواني بالزبط وبعدها طلعوا على المستشفى عشان يعالجوا مناخرها ماجي كانت واخدى الموضوع فسحى ومستوها تطور بزيادة ورجع التاني اللي ماتشات وفضلت تفنش بالقاضية بتاعتها بس بعدها كانوا يدخلوها مع بطلة العالم اللي قدامكو كانت مشهورة ان ما عندهاش اخلاق في اللعبة واسيا جدا وعشان كده فرانكي رفض ان ماجي تلعبها خفا عليها منها وطبعا ماجي مفيش قدامها غير انها تسمع الكلام ماهو ده الاتفاق من البداية وفي يومه هي بتتمرن رح لها سكراب وقال لها تعالي نطلع نتعش في اي مكان عاوز اتكلم معاك شوية اخدها المطعم ده مخصوص عشان جايب لها مدير اعمال جديد لانه حس انها مش هتاخد فرصتها زي ما حصل مع ويلي فاكرينو فقال يشغل دماغه عشان يخليها تلعب ضد بطلة العالم وتاخد اللقب منها لكن ماجي راحت له وقالت له مش هيحصل وفضلت مكملة مع فرانكي نسيت اقولك ان كان له بنت بتسألش عليه ولا بترد على جواباته الكتير اللي بيبعتها لها باستمرار وبعدها راح ل ماجي وقال لها على ماتش مهمة هتلعبه وجاب لها شريط البنت اللي هتلعبها عشان تدرسها كويس فرحت وتحمست جدا لان خلاص حلمها قرب يتحقق وجاب لها روب جديد عليه الاسم اللي هتتشهر بي والاسم كان مو كوشلا وهقولك معنا بعدين الجماهير قارت الاسم وابتدوا ينادوا بي وبدأت شهرتها العالمية من هنا كان قدامها بطلة كبيرة بس مستحملتش قدام القضية بتاعت ماجي وماجي كثبت واسمها في اللعبة بقى عالمي مش محلي وبدأت تطلع ماتشات في دول تانية مع ابطال الدول دي ده بقى يبقى وكيل أعمال بطلة العالم اللي قلتلكوا عليها راح لفرانكي بعد الماتش وعرض عليه انها تلعبها في مقابل نسبة 50% من الأرباح اللي هي مليون دولار وده اللي فرانكي وافق عليه وبلغها بيه في النهاية حلمك قرب يتحقق وهتكوني بطلة العالم لو كسبتها في مبرة رسمية اليوم اللي بعده راحوا على بيت أهلها اللي ما شفتهمش من سنين أخدتهم على بيت جنبهم وقالت لما ميتها اشتريتك يا أمي أمها زعاقت فيها وقالت لها كده المعونة اللي باخدها من البلد مش هاخدها يعني البيت قد ترخرها مش كفية انك مبتسأليش فيها يا ولية أما انت ست معندكش دم بصحيح قسرت بنفسها بس ماجي قالت لها ما تقلقيش هبعتلك فلوس كل شهر طبعا فرانكي امرأي بكل ده ومستغرب من رد فعل أمها وبعد شوية شافت بنوتة فقرتها باباها لما كان عايش وكملت مشوار الرجوع مع فرانكي اللي بقى كل أهلها دلوقتي راحوا على مطعم قاعدوا يأكلوا فيه فطرة الليمون اللي بيحبها وقال لها دلوقتي قدر موت مبسوط وراضي ورجع للصلاة يطلب من سكراب يسافر معهم ماتش بطولة العالم لكن سكراب قال له ما قدرش وسيب الصلاة لمن يا صاحبي ركز لي بقى عشان اتقيل جايي دلوقتي بعدها دينجر راح له قاعد يهزر معا سكراب كان بيحبه وبيعتبر ابنه اللي مخلفوش وبالليل كان دخل الحمام بيصلح المصورة اللي ضربت وفي نفس اللحظة العائلة لمه على دينجر يلاكموه هو لا حول له ولا قوة بس سكراب سمع صوته فخرج بسرعة شوف ايه اللي بيحصل ومنع الواد اللي بيضربه عنه وزقه بعيد انت كويس يا دينجر انا كويس ما تقلقش طيب اديني كفاصاتك بقى لحظة لو سمحت ورح ماسك التاني ورزعه بوكسين جابه الأرض ورجعنا الماجي والكوتش بيقولها تحب نروح تيران والعربية قالت لنروح تيران ونرجع بالعربية ممكن ووصلت المانيا اللي هيكون فيها الماتش النهائي مع بطلة العالم كان جايب لها فرقة عصف مخصوص على شرفها حرفيا الجمهور كله كان بينطق باسمها لانهم ما بيحبوش التاني عشان اخلاقها يا ساتر هي هتلعب ديه الله يرحمك يا ماجي ماجي قلبها ميت ومتحمسة تكسبها وتاخد منها اللقب وبدأ الماتش بشوية مناوشات خفيفة كده بينهم البيت لعبها تحسه مش قانوني ومعندهاش اخلاق فعلا ماجي تصابت وفرانكي جنبها وبيعالج المكان اللي تعور وطلب تقرب منها اكتر عشان تقدر تديها القضية بتاعتها اتحمست وقامت في الجولة التانية اخدت شوية نقط حلوين بس برضو البيت وقفة زي الوتد وخبطتها واحدة في عينيها ماجي عينيها الشمال اتقفلت وبدأ بتلعب بعين واحدة فقال لها اضرابيها على توتتها دي اضعف ما كان فيها ورح اتماسكى توتتها ونازلة فيها خط خط وخلصت الجولة وماجي نقطها اعلى وقربت قوي من اللقب بس بنت الغدرة اضعت لها واحدة وقعتها على الكرسي الخشب قصرت رقبتها احيي على الاصابة يا جدعاني خربت كده منك لله يا اسيا مفترية ماجي القصبة الهوائية بتاعتها تقصرت وقت بتتنفس من خرطوم وأنبوية اكسوجين وفرانكي جنبها مش سايبها ومش هيسيبها وبعدين سكراب جالها وقعد يتكلم معها فقالت له انا عرفت اللي حصل لي وعرفت ان اتشلت ومش هادر اتحركتاني انا انتهيت يا سكراب ياريتني كنت تسمعت نصيحة فرانكي نصيحته هو دايما بيقول لي ما تديش الامان لحد جوها الحلبة وراح لفرانكي يطمينه عليها بس تنرفز عليه وقال له انت اللي اقناعتين مرانها من البداية في التوقيت ده فرانكي كان بيحاول يكلم اهلها وما بيردوش عليه رغم انهم كانوا في نفس البلد وعارفين اللي حصل لها وفضل يهتم بماجي اللي جالها قرحة جلد من قلة الحركة وماجي عشان بس يحركوها من السرير بياخدوا ثلاث ساعات وفرانكي مازال بيحاول يوصل لأهلها ومش عارف فقعد يتكلم معها ويحاول يفكرها بأيام ما كانت بطلة وكل الأمجاد اللي عملتها خلال السنة ونص اللي فاتوا وفي اللحظة دي أهلها وصلوا للمستشفى بلبس غريب كانوا بيتفسحوا ومرضاش يدخلهم بسبب كده عشان نفسيتها ما تتعبش بس دخل وشاف امها وهي بتحاول تمضيها على كل أملكها ولما حاول يتدخل ويساعدها قالت له معلش يخليك بره القوضة مامتها الحيوانة كان كل همها تاخد كل اللي حلتها لدرجة انها كانت بتحطي لها الألم في بققها عشان تمضي وهنا ماجي قالت لها أنا لو عرف انكو كده ما كنتش طلبت تتيجو امشي يا أمي ومش عايزة شوفه الشيكتاني لآخر يوم في عمري وبما ان المصائب لا تأتي فراضة رجليها جالها مرض وكان لازم يبتروها قبل ما ينتشر وقطعوا رجليها وخلاص فرانكي ما بقاش عارف يعمل ايه انت متخيل لما تكون بطل وكل حاجة تروح منك في اللحظة فرانكي قاعد معها وقال لها نفسك في ايه يا ماجي قالت له عاوز اعرف معنى مو كوشلة اللي اطلقتها علي قال لها معناها كرة عيني لان كرة عيني يا ماجي انت بنتي اللي ما خلفتهاش يا ماجي قالت له وانت بتفكرني ببابا كان نفس شخصيتك وطرقتك ولما رجع بيته جاله تليفون انها بتحاول تنتحر راح لها لقاها عدت على لسانها لحد ما قطعته بيحاولوا ويوقفه النزيف وادوها مهدئ عشان تهدى خالص وتنام ولما اطمن عليها ميش يرجع بيته وتاني يوم الصبح راح لها يطمن عليها كالعادة ولما كان قاعد لوحده سكراب راح يتكلم معاه وقال له انت عملت اللي عليك معاها ما تشيلش زنبها كلنا معرضين للحوادث في اي لحظة كفاية انك ادتها الفرصة اللي ما قدرتش تديها الوايلي وبعد ما خلص معاه كلام رجع تاني للمستشفى كان رايح يخلص ماجي من الامها اللي هتعيش في باقي عمرها وطمنها وقال لها نامي وارتحي يا ماجي وهجي لكرايب وحط لها المحلول اللي هيخليها تموت من غير ما تحس بألم وخلص الفيلم وكده يبقى أنا هنا وانت هنا شدو حيلكوا بقا معايا في عمل شير جامد للقناة لاننا هنبدأ في تلخيص المسلسلات وملقيتش بداية اعظم من المسلسل اللي هبدأ بيه ملجومة ان شاء الله عايش احلى جمهور